السلام عليكم متتبعاتي العزيزات نتمنى الفيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحة جيدة دائما وابدا نكرح بكم على قناة سعاد تيفي اليوم ان شاء الله غادي نتقسم معكم الرغايف او المسمن بالطريقة الشينوية او الاسيوية نتمنى من كل قلبي تتبعوا معي هذا الفيديو وينال اعجاب ديالكم ان شاء الله واحد المسمن غادي يجيكم يا لبنات كي حمق كي حمق ان شاء الله غادي نورقه بطريقة الدراء مع اوحد الخلطة نتمنى من كل قلبي تتبعوا معي الفيديو فبسم الله وعلى بركة الله نبدأ بالمقادير وطريقة التحضير فغادي نحتاج تلاتة ديال زليف ديال دقيق الفرس الابيض الاطب بوحديته نحتاجت نص معلقة ديال ملحة قريصة 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 ديال خميرة خميرة غيبة باش دغية يرتاح لنا في نفس الوقت اللي كيدروا الملوي او المسمن في المايدة بشوية ديال الخميرة ما غاديش يدرركم نهائيا معلقة صغيرة معها مراش بالسكر اللي ممكن تعودوها بالعسل السكر او العسل فقط كيعتبوا للمسمن ديالنا الحمورية غادي نعجن العجينة ديالي بالمال اللي هو ياد دافي حتيش الحل راكو عارفين برد وهد المسمن ان شاء الله كنوجده لنفطر على ذاك الشي فغادي نبقى نعجن هكا شوية 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 كنضيف الماء وكنجمع اذا بغيتو اخواتي دعملو الفينو مع الفرس عملوه انا اليوم عملت معاكم فقط الفرس بوحديتو لان اغلب الاخوات كيكونوا متوفرين غير على الفرس ثم دلقت العجينة ديالي غطتها تركتها ترتاح مدة سبعة دقايق من بعد مما دازت لها سبعة دقايق صبحت للعجينة بهات الشكل هذا ما خليتاش يدرتاح مدة طويلة ان شاء الله هاد المسمنات يعني فاش كنعملو فيهم الخميرارة كي كنوجدوهم في وقت واجيز غادي ندير الكوة يراد شوية كبارين بالنسبة لثلاثة دسلائف غادي خرجوا ليا خمسة ديال المسمنات ولكن ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن غادي جيوا كبارين غادي نغطيهم دابا وغادي نخليهم هاكاك واحد مدة عشرين دقيقة تقريبا يرتاحوا ليا هنا يا في كاسونا غادي نوضع كاس ديالزيت مع القاديل الزبدة غادي نوضعهم على نار مهي لحتى الدبلية الزبدة هنا يا أخديت كاس ديال دقيق ديال الضرق إذا كان عندكم متوفر عملوه ما كانش عندكم تعملو في بلاستول فينو أو السميدة من بعد ما دابت لي الزيت والزبدة وهما سخانين صبيتهم على الدقيق ديال الضرق وغادي نخلط مزيان مزيان غادي نحصل على واحد الخلطة اللي زوينا في نفس الوقت داك السميدة ولا داك الدقيق ديال الضرق بحلا كيطيب يعني كيتحرق مع داك الزيت والزبدة سخانين خديت الكويرا اللي رتحت لي اللولا غادي نبدأ نطلقها على سطح العمل بشوية ديال الزيت هكا نطلقها مزيان مزيان ونجبدها في هاد المرحلة بنسبة للشينواء ودك الشيك يديرو اه دلاك أنا فقط هكا بيديا من بعد ما طلقت العجينة ديال الرقيقة على سطح العمل كان أخذ من الخلطة ديالي وكننصب موق العجينة وكنوزع بهات الشكل هذا وكناخد واحد سكين وكنقسم هكا كل ما بغيت يجيكم لمسمن ديالكم مورق غادي تقسمو فكل التيجاه درت اه اربعة ديال الشريطات وغادي بدين بدا نطوي الجوانب هكا هالطريقة هدي صراحة اول مرة نعملها هكا في المسمن بالعمارة كنت كان عملها غا في المسمن معمر وهاد المرة غادي نعملو ان شاء الله هكا بالعمارة ممكن تعملوه يعني بنفس الطويات وهو ما اه وهو معمر كنبدا غادي هكا وكنطوي جانب جانب لعجينة اللي زوينا ناجحة اه كتبليكم بحلشي ورقة وكنبدا وغاديين هكا كنطوي وكنقدم يدينا وكنطوي كنستمر هكا بنفس الطريقة حتى كنكمل الجوانب اولى الشرائط كاملين ان شاء الله غادي تستمتعو انتو ما كتشكلو هاد الرغيفة ديالكم واكيد اكيد كيكون استمتع اكتر فاش كتكون لعجينة ناجحة اه زوينة كتجبن ما كتتقطعش غير تسبعو النصائح اللي كانعطيكم في الفيديو ان شاء الله ما غادي يكون غير الخير من بعد ما كانطوي لعجينة ديالي كاملة اه كندوس اولى الرغيفة ديالي قرصوها شغيل باش تجيكم هاكا الجامعة رأسها هنا غادي نزيد نصوب معكم واحدة والكويرة الثانية ان شاء الله هنشكلها معكم على سطح العمل لو اليولو متوحد باش تبليكم مزيان مزيان هنا الخالط ديالنا كيبدا يقصح لان السميدة كتفقد الحرارة ديالها وهنا غادي ندير معكم ديالك بحل هات الشكل يعني هده بغيت استعمله انا يعني ما استعملت شي غير بغيت نوريكم هنا عملت غير ثلاثة ديال الشريطة في كل جهة وغادي نمشي كنطوي بهات الشكل كنطوي الجانب الاول اللي الجانب التاني وكنطوي على الاشريط اخرين ودائما الوسط نخلي مساحة كافية ديال المسممن وكن مشي كنطوي بهات الشكل هذا والعجينة ديال لكم من الاحسن ترقو هكا بحالي باش هكا يعني ما يجي كم شي من داخل غلط يجي كم وريقة وريقة صافي وكن استمر بهات الشكل هذا وكن طوي مزيان هكا وصافي من اللي كن كم نسد هكا نحاول نضغط من الجوانب هن غادي نطلق معاكم باش نبدأ ان شاء الله الطيب بديت من اول وحدة اللي رسحت لي كن ضغط عليها بهات الشكل هذا المقلة اللي عندي بدأ تسخن كن وضع فيها كمية لبأس بها واحد من معلقة هكا في الاول باش ما تلص قليش معا كنت حكيت همز يالي وصافي كن نحط وحنا كل مقلب نحن ثم سيئ هكا نقلب ونحاول نضرب عليه شوية من الفوق بعد ما كتب لي اللول ودائما البوط او النار مت وسط كن عمل مسمن اخر وكذلك بنفس الشكل ومرة مرة اللي كن دير هكا شي شوية ديال الزيت بالشيطة يعني مش شوية كمية قليلة شاش في اللول صافي عملت في اللول يعني صافي لا داعي باش نبقى ونكتره صافي المسمن ديالي كي بقى كي طيب وانا كل مرة كان قلب علاجيها وكن نضرب عليه باش الشكل هذا باش ينتفخ ويتفر لي من داخل تبار الله ما شاء الله يعني كي جيبني نعمل هكا المسمن شوية كبير كان نستمتع بالطيب ديالي على النهار اللي كان عمل سيتو واكيد يعني حتى التعدب ما كان تعدبوش فيه في ساعة كان وجدو المسمن ديالنا وإحنا كملاحظة أخيرة باش المسمن ديالكم يجيكم قد دائما تلقو من الوسط إلى الأمم عد ضغط مزيان مزيان من الجوانيب باش ميجيكم شي بتهزو غا تهزو هكا من الجناب وتحط في المقلة ديالكم ما كان نهز هكا نحط ها في المقلة هكا كنحاول نساوي ها غيش شوية وغير يبدأ يدخل لها الطياب يعني نهز ها بلما تخسر لنا صفين بدو كان قلبوها ونعودون قلبو باش كن كملو الطياب ديالنا بنفس الطريقة كي نتفخ كي يجي محمر كامل هدا هو المسمن ديالي ها اخر مسمن طيب معاكم ونذوز ان شاء الله هنقدم لكم باش تشوفو كيف كي يجي مع نا بعد ما اكملت الطيب ديال المسمن ديالي غادي نتقسم معاكم المسمن ديالي هن غادي تشوف غير ثلاثة وغا تقول ليدرتي خمسة بعض الكيمية البنات كنت نزلتها في الفطور وهنا يعني حتى فطرت على درجات تقسم معاكم رغيفة ديالي كيف الجو وهنا غادي نقسم ها معاكم بيدي بطريقة اللي غادي بليكم اكتر لأن الموس باش كان يكون باقي المسمن سخون ونقسم ه بالموس ما يجي بشي التوريق نتمنى يكون واضح لكم في الصورة كي يجي معمر ورقة ورقة غزال محمر لون شفاف نتمنى من كل قلبي يكون نعجبكم نسيحة نقدر نضيفها لكم في الاخير هي من كن عميم القبيصة ديال الخميرة لا تضع شي يعني الضغية سوف يشكل يعني خلي بغيص بعد دقائق كيف قد لكم في اللول ما اللي تكوروه المرة الثانية تخلي وهك يعني ما بين 15 دقيقة 20 دقيقة على حساب دبل جو بارد اما اذا كان الصيف يعني صاف المرة الثانية غير خمسة دقيقة تحس بلاجين ادي لكم ارتاحت صاف يبدو تشكل واذا بغيتوا تحتفظوا بهذا المسمن في المجمد تخلي وغير نصطياب لا تحمرو شي بحالي انا يعني غير نصطياب وتلوي بهذا شي في توب وتعمله في بلاستيك محكم الاغلاق وتعمله في الفريغو ديالكم حتى نحين الاستعمال وتجبدوه ودائما للمسمن يعني يتقدم سخون ما يتقدم بارد لان دائما للمسمن فش كي برد ما كيبقاش مقرمش ما دائما نقدم المسمن ديال ناس خل كان هذا هو الفيديو اليوم كان هذا هو المسمن اللي حضرت معاكم اتمنى من كل قلبي ان هو الاعجاب ديالكم اه كي شيم زيت كي زوين طائب ورقة ورقة ان شاء الله غدا يعجب الاسرة ديالكم كان تمنى من كل قلبي تجربوه وتردو علي الخبار اذا بغيت تقدموه ويجي مراقب تقديم تقسمو المسمن ديالكم على 4 بهذا الشكل هذا اللي غدا يبلي كم دابو وتقدموه كي جي رائع هادي المسمن هذا ممكن تدهنه باش ما بغيت من الوسط حيث كي جي ورقة ورقة وباين استودعكم الله دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة